تحياتي النهاردة هكلمكم عن الإمام أبو بكر النبلسي وقصة استشهاده المؤلمة وتعذيبه في فترة الخلافة الفاطمية اسمه بالكامل محمد بن أحمد بن ساهل بن النصر أبو بكر الرملي الشهيد المعروف بابن النبلسي هو فقيه وعالم دين زاهد وكان إماما في الحديث والفقه كان من المحدثين الكبار المعروف عنهم الورع والطقوة بعد أن استولى الفاطميون على الشام هرب العلماء من منطقة فلسطين وبيت المقدس حيث كانوا الفاطميون يجبرون علماء المسلمين على لعن وسب أعيان صحابة الرسول على المنابر وفي خطب الجمعة وعندما وصل المعزل دين الله الفاطمي إلى الشام واستولى عليها أبطل الترويح وصلات الضحى وأمر بالقنوط في الظهر بالمساجد وكان الإمام النبلسي ممن هرب من العلماء مع آخرين من وجه الفاطميين فهرب إلى الرملة بفلسطين ثم إلى دمشق الإمام النبلسي كان من أهل السنة والجماعة وكان يرى ضرورة قتال الفاطميين ولذلك قال قولته الشهيرة لو كان في يدي عشرة أسهم كنت أرمي واحدا على الروم وعلى هذا الطاغي تسعة أسهم وبعد أن استطاع حاكم دمشق التغلب على القرامطة أعداء الفاطميين قام بالقبض على الإمام النبلسي وأسره وحبسه وده كان في شهر رمضان ثم وضعه في قفص خشبي مثل الحيوانات يعني حتى أسلوب التنكيل والتعذيب كان فيه يعني نوع من الإزلال والتقليل من النفس البشرية يعني أنك لما تضع إنسان ومش ده إنسان ده إمام جليل وفقيه وعالم كبير إزاي يعني تضعه في قفص خشبي مثل الحيوانات وده دي مشكلة فترات الخلافة زي ما قلت لكم سواء فاطمية أو عباسية أو أموية كلها فترات كان كلها زي ما قلت لكم كتير قتل وظلم وتنكيل بالعلماء بطرق يعني بشعة وهذا ما حدث بالفعل مع الإمام النبلسي يعني وعندما وصل قائد جيوش المعزل دين الله الفاطمي إلى دمشق سلمه إلى حاكمها الذي حمله إلى مصر لتتم محاكمته هناك فلما وصل إلى مصر جاء جوهر للمعزل دين الله الفاطمي بالإمام الجليل الإمام النبلسي فمسل بين يديه فسأله بلغنا إنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم واجب أن يرمي في الروم سهما وفينا تسعة فقال الإمام النبلسي ما قلت هكذا يعني هو قال لا هذا الكلام غير صحيح ففرح كثيرا القائد الفاطمي وظن أن الإمام سيرجع عن قوله ثم سأله بعد قليل فماذا قلت إذا فقال الإمام النبلسي قلت إذا كان معه عشرة أسهم واجب أن يرميكم بتسعة ويرمي العاشر فيكم أيضا فاستعرب جدا المعزل دين الله الفاطمي فسأله ولما كل ذلك فرد عليه لأنكم غيرتم دين الله وحرفتم فيه وقتلتم الصالحين وادعيتم ما ليس لكم طبعا كان الرد قاسي جدا من الإمام النبلسي فغضب المعزل دين الله الفاطمي منه غضبا شديدا فأمر بإشهاره في أول يوم يعني تعزيره وتحزيره في أول يوم على أمل أن يتراجع في مقال ثم ضرب في اليوم الثاني بالصياد ضربا شديدا مبرحا وفي اليوم الثالث أمر جزارا يهوديا بسلخه وهو حي فسلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه فكان يذكر الله ويصبر على الألم والعذاب يعني حتى هو أثناء الألم والعذاب والتنكيل بها ده كله كان يذكر الله حتى بلغ العدد فأشفق عليه السلاخ اليهودي يعني حتى السلاخ اليهودي كان في قلبه رحمة أكثر من خليفة المسلمين الفاطمي يعني لدرجة أنه يعني رق عليه فقرر أن يعني يوكزه بالسكين في موضع القلب ليرحمه من هذا العذاب الغير المطاق طبعا تعرف يعني إيه تقوم بسلخ إنسان وهو حي ألام ألام رهيبة جدا وأنا يعني لا أتخيل أن في إنسان عاقل ممكن يعني يطلب شيء مثل هذا يعني للأسف فترة الخلافة الإسلامية سواء زي ما قلت لكم العباسية والأموية والفاطمية نفس العقلية المريضة كانوا بيتلززوا في التنكيل بالعلماء وزي ما قلت لكم عملوا إيه في علماء كسرين لسه عامل حلقة قريب عن النهايات المأسوية لعلماء الأمة الإسلامية الخلافاء كانوا يتلززوا بالتنكيل بالعلماء يعني لا يكفيهم القتل كانوا يتلززوا بالتنكيل للأسف الشديد أنا بحزن كثيرا على الكسرين من السزج أو البسطاء للغاية يومنا هذا يطالبون بعودة الخلافة الإسلامية لعصرنا الحالي يعني هل تترك الديمقراطية وإنك تقدر تعبر عن رأيك وترجع لحكم ديكتاتوري لا يعني أنت ليس من حقك حتى أن تعارض الحاكم الخليفة ما هو الحاكم في الفترة ده هو الخليفة أنت ليس من حقك أن تعارض أو تتحدث أو تتكلم ليس لك أي حق أنت عليك السمع والطاعة عليك البيعة فقط وحتى لا تغير في صيغة البيعة يعني فترة قاسية جدا فترة الخلافات الإسلامية المتتالية عشان كده أنا بحزن كثيرا لما ألقى بعض البسطاء الجهال بالتاريخ اللي بتطالب بعودة هذه الأيام لأنها أيام سوداء من تاريخنا يا جماعة اقرأوا التاريخ اقرأوا التاريخ هتشوفوا اللي كان بيحصل في فترة الخلافة الإسلامية نرجع تاني للإمام النبلسي فرحموا السلاخ اليهودي وأخذته هرقة عليه فوكز السكين في موضع القلب اللي يرحمه من هذا العذاب الشديد ما فيش حد يقدر يستحمله طبعا واحد بيصلخ وهو حي فطبعا قضى عليه وحشى جلده هتينا وصلب على أبواب القاهرة ليكون عبرة لغيره من العلماء يعني هو خلاه عبرة عشان ما فيش أي حد يقدر يقول للخليفة يعني أي معارضة أو شبه معارضة طبعا لما بيشوفوه هو مصدوب وتم سلخه من لا أحد يتجرع عليها مرة أخرى وتوفي الإمام أبو بكر النابلسي سنة 363 هجرية بالقاهرة وزي ما أردت لكم هذا ما كان يحدث في فترات الخلافة الإسلامية التي يتشدق بها البعض من السزج والبسطاء ويردون إرجعها مرة أخرى وقصة استشهاد الإمام النابلسي ذكرت في كثير من المصادر اللي حب يرجع للمصادر دي لأن دايما المتابعين الكرام بيسألوني على المصادر كل حلقاتي بضع المصادر بتاع كل حلقة في حلقة النهاردة القصة دي ذكرت في تاريخ الإسلام للإمام الزهبي وسزارات الزهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي وذكر أيضا في البداية والنهاية للإمام ابن كسير وبرضو في مراجع أخرى يعني أنا أجبت لكم ثلاث مراجع لكن في مراجع كسيرة ومصادر أخرى ذكرت قصة استشهاد الإمام النابلسي قال ابن الأكفاني في قصة استشهاد الأمام النابلسي توفي العبد الصالح الزاهد أبو بكر ابن النابلسي كان يرى قتال المغاربة هرب من الرملة إلى دمشق فأخذه متوليها أبو محمود الكتامي وجعله في قفص خشب زي ما قلت لكم وأرسله إلى مصر فلما وصل قالوا أنت القائل لو أني معي عشرة أسهم لضربت واحدا في الروم وتسعة في هذا الطاغي طبعا ذكر القصة فبيقول فسلخة وحشية تمنى وصلبة حتى يكون عبرة للآخرين وبرضو الزاهبي قال الزاهبي في ترجمة لأبو بكر النابلسي قال أبو زر الحافز سجنه بن عبايد اللي هو يقصد بهم الفاطميين وصلبوه سمحت الدرقتني يذكره ويبكي طبعا من كتر الألام اللي تعرض ليها ويقول كان يقول وهو يسلخ كان يذكر الله وكان يقول كان ذلك في الكتاب مستورا يعني ده كان مقدر لي يعني هو قدره وهو يعني إيه راضي بهذا القدر هي دي كانت قصة الإمام النابلسي الذي سلخوها حيا ودي حلقة النهاردة أتمنى طبعا أنها تكون لتعجبكم وأحب أسمع أراءكم طبعا في قصة هذا الإمام الجليل الشهيد وما رأيكم فترة الخلافة الفاطمية أو العباسية أو الإموية أحب أسمع رأيكم في فترة الخلافات الإسلامية دي وأتمنى أن حلقة النهاردة تكون لتعجبكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطابة مساءكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر